حراك سياسي لا يتوقف ومحاولة لمنع سياسة الانفراد بالقرار وتمثيل المجتمع من قبل قوة أو طرف واحد هكذا تبدو الصورة في محافظة حضرموت بعد اجتماع موسع بين القيادات والمكونات الاجتماعية الفاعلة قيادات المحافظة أعلنوا في اجتماع موسع عقد في الرياض تمسكهم باستقلال حضرموت ماليا وإداريا ضمن إقليم منفصل وحقهم في إدارة السلطة والثروة الاجتماع شدد على تمكين السلطات المحلية في المحافظة على اتخاذ الآليات التي أجمع عليها أبناء حضرموت عبر مكوناتهم في مؤتمر حضرموت الجامعة مراقبون وجدوا أن توقيت هذا التحرك بحضرموت الغرض منه تفويت الفرصة على الانتقال من تمثيل المحافظة خاصة بعد التوقيع على اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية والذي سيفضي إلى تقاسم المناصب الحكومية مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه فيما وجد آخرون أن الاجتماع يأتي بضوء أخضر من الرياض التي قررت مؤخرا استلام الملف في الجنوب بعد أزمة نتيجة تمرد المجلس الانتقالي على الحكومة في الفترة الماضية جدل سياسي واسع حول ما يمكن أن تبدو عليه الصورة في حضرموت وعدد من المحافظات الجنوبية مستقبلا بعد تسلم الرياض الملف بشكل رسمي وعودة تشكل دورها في رسم مستقبل المشهد السياسي والعسكري جنوبا بعد إعلان انسحاب القوات الإماراتية